قد يتمن بعض أنه متفائل جداً أو على أقل خاصة للقواعد العربية أو الجمهور العربية أحيان تميل لكفة أردوان لذلك يعتبروني من الناس المتفائلين أنا أعتقد أنها تنتخي من الجولة الأولى أتمنى ذلك يمكن جزء منه التوقع و جزء منه رغائبية في التحليل لكن لا أعتقد أنه رغائبية فقط أعتقد أن هناك كما ذكرت لك في بداية كتل معينة لم تحسم أو على أقل لم تظهر في الاستطلاعات وأداء المؤسسات الاستقصائية أو الاستطلاعات الرأي المقربة من المعارضة وتراجحها الشديد حتى أن كلها تقريباً حسمت أن الأمر لن يكون في الجولة الأولى وإنزال نسبة كليشترولو من 57-58-61% إلى 47-48-46% يدل أن هناك تزييف تزييف وأن الوضع غير ما يتمنون ومعرفتي ببعض شركات التصويت التي أثق بها إن صح التعبير وإن كانت مقربة من حزب الأدوى والتنمية لكن أعرف الأشخاص الذين قاموا بالعملية قالوا بالحرف أن أرضوان تجاوز نسبة الحسم خاصة في الأسبوعين الأخيرة لذلك أنا قلت قبل ذلك لا أعلم أن كنت رأيته ذلك أنا قلت أنه سيكون من الجولة الأولى بما يعادل 51.5% وحولها يعني بنقطتين أو 51.4% أو 51.6% لكن أنا أعتقد أنه ستتهي لصالح أرضوان في الجولة الأولى بأكثر من 51% ماذا عن البرلمان؟ هل هناك فرصة لأن البرلمان أنا أعتقد لن يكون هناك فرصة لأحد أن يشكل كتلة أغلبية ساحقة الكتلة ستكون متساوية تقريبا بزيادة 5 أو 6 أصوات هنا أو زيادة 5 أو 6 أصوات هناك وهذا لن يؤثر في سير العملية الانتخابية حتى قانونيا بالمناسبة كما تعلم أنه البرلمان لا يستطيع في يوم الأيام أن يجتمع بعدده المطلق هناك رئيس البرلمان ونائبه والكاتب أربع أصوات وأظن المدقق يعني أربع أو خمس أصوات أصلا هذه تذهب تمنع من التصويت أثناء أي تصويت على أي قانون فستسقط من المعارضة ومن الحكومة من المؤيدين والمعارضين جزء أيضا كثير من القوانين لن تلتقي المعارضة عليها على سبيل المثال هل تعتقد أنه الصوات أو المقاعد التي تتبع لحزب السعادة أو المقاعد التي تتبع حزب ستتوافق من حزب جعبوني في القضايا الفكرية والأسرة والأخلاق والتعليم والدين قطعا لا لذلك أنا أعتقد الأمور الحساسة في تركيا القومية الوطنية الدينية الأخلاقية ستكون كفة التيار المحافظ والتيار القومي المحافظ هي الأغلب عن التيار اليساري واليسار المضطرف بغض النظر عن النتائج والتحاد الفاس أنا أعتقد أن الكتلة في البرلمان ستكون كتلة مرة أخرى وأنا قلتها قبل ذلك أن نظار التركي أو تركيا دولة لن يحكمها يساري بطريقة ديمقراطية لم يتحدث قبل ذلك حدث بالانقلابات الحزب شعب الجمهوري لم يحكم في تاريخه بالانتخابات الحرة منذ بداية الانتخابات الديمقراطية عام 1946 التي مع الأسف أربع سنوات لم يعطوا لمندريس فرصة أن يحكم منعه رغم أنه فاز في الانتخابات عام 1946 فاضطر أن يعيدوا الانتخابات عام 1950 وفاز بنسبة كاسحة ثم بعدها بأقل من 10 سنوات مع الأسف كان عن الانقلاب وبعدها الإعدام